بسم الله الرحمن الرحيم وآفة حشرية وآفة حيوانية وقسمنا الآفات الحشرية إلى 3 أقسام رئيسية على مدى تخصصها العائلي قلنا آفات وحيدة العائل وآفات محدودة العوائل وآفات متعددة العوائل وبعد كده درسنا مظاهر الإصابة بالآفات الحشرية المختلفة وبعد كده درسنا مظاهر الإصابة بالآفات الحيوانية خدنا منها النماتودة والأكروسات وبعد كده خدنا طرق تقدير نسبة الاصابة بالافات المختلفة وبعد كده خدنا اضرار الافات سواء كانت اضرار على النباتات او اضرار على افات الحبوب والبزور المخزونة او خدنا الاضرار اللي بتسببها الافات للانسان والحيوان اللي احنا قلنا عليها الافات الطبية والبيطرية وبعد كده خدنا أوراض حصر الآفات وطرق حصر الآفات وأهمية الحصر وتطرقنا بعد كده لطرق المكافحة المختلفة سواء أكانت مكافحة طبيعية وإنها بتنقسم لقسمين عناصر غير حيوية وعناصر حيوية والمكافحة التطبيقية وعرفناها وإنها كل الطرق والوسائل التي يقوم بها الإنسان بهدف مكافحة الآفات أو تقليل ضرارها وإنها بتشمل على أكثر من طريقة قلنا طرق التشريعية قوانين بتسنها الدولة أو تصدرها الدولة بهدف القضاء على الآفات أو تقليل أو منع انتشارها من مكان مصاب إلى مكان سليم سواء كانت داخل الدولة الوحدة بنقول عليه حجر زراعي داخلي أو بين دولة أخرى بنقول عليه حجر زراعي خارجي وخدنا أهم القوانين التشريعية في مصر وبعد كده أخدنا المكافحة الزراعية وقلنا عمليات بيقوم بها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا أجراها بطريقة صحيحة بتفيد في مكافحة الآفات وبعد كده أخدنا المكافحة الميكانيكية وأخدنا بعد كده المكافحة الحيوية وقلنا بتعتمد على استخدام المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض والطيور في مكافحة الآفات الضرة بالإنسان والحيوان والنبات وبعد ما خلصنا المكافحة الحيوية أخدنا الاتجاهات الحديثة في المكافحة وبعد كده أخدنا المكافحة الكيموية وقلنا بتعتمد على استخدام المهلكات الحشرية أو المبيدات في مكافحة الآفات وعرفنا تعريف المهلك الحشري وعرفنا الشروط الوادي بتوفرها في المهلك الحشري وقسمنا المهلكات الحشرية لأكتر من قسم وبعد كده أخدنا طرق أو صور استخدام المهلكات الحشرية واخدنا بعد كده أصص نجاح المكافحة الكيموية وبعد كده آخر حاجة أخدناها في المكافحة اللي هي الـ IBM أو اللي احنا بنقول عليها الإدارة المتكاملة للآفات أو المكافحة المتكاملة اللي هي Integrated Best Management وقلنا دي طرق طريقة جديدة أو وسيلة حديثة من وسائل المكافحة بتهدف إلى القضاء على الآفة أو تقليل أعداد الآفات إلى دون حد الاقتصاد الحرج للإصابة لعدم إحداث ضرر اقتصادي بالمحاصيل الزراعية المختلفة واخدنا عناصر المكافحة المتكاملة واسس نجاح المكافحة المتكاملة وبعد كده تطرقنا إلى الحشرات العامة اللي بتصيب المحاصيل المختلفة خدنا منها الجراد وعرفنا عنواعه والوضع التقسيمي للجراد وعرفنا دورة الحياة وطرق المكافحة المختلفة وبعد كده أخدنا النطاطات وعرفنا الفرق بين النطاطات والجراد وبعد كده أخدنا الحفار والدودة القارضة وبعد كده تطرقنا إلى الآفات التي تصيب محاصيل الحقل خدنا منها في الحلقة اللي فاتت آفات محاصيل الكطن في طور البادرة خدنا منها المن والتريبس وبعد كده خدنا كمان الآفات اللي بتصيب الكطن في طور النمو الخضري خدنا منها دودة ورق الكطن الكبرى ودودة ورق الكطن الصغرى والزبابة البيضاء والبقى الخضراء وبعد كده أخدنا الآفات اللي بتصيب الكطن في طور النمو الزهري والثمري خدنا دودة اللوز الكورنفولية ودودة اللوز الشوكية وبق بزرة الكطن وعرفنا الوضع التقسيمي ليهم ودورة الحياة وطرق المكافحة المختلفة تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم ونستكمل فيها حشرات محاصيل الحقل وحناخد النهاردة الحشرات اللي بتصيب محاصيل الزهرة والقصب والأمح والمحاصيل الباكولية تعالوا بينا نبدأ حلقة النهاردة ونتعرف على أهم حشرات اللي بتصيب محاصيل نباتات الزهرة حناخد أخطر الآفات اللي بتصيب محاصيل الزهرة هي الآفات اللي بتحفر في سوق النبات يعني سقان النباتات وبتصنع فيها أنفاق للتغذية بيطلق عليها الساقبات والساقبات بتشمل ثلاث أنواع مختلفة من الحشرات اللي هي دودة الكصب الكبيرة ودودة الكصب الصغيرة ودودة الزرة الأوروبية هناخد أول واحد فيهم اللي هي دودة الكصب الكبيرة الوضع التقسيمي لها اسم الردبة أنا زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت لما أقول لك أي دودة أي فراشة أي أبو دقيق على طول وانت مغمض يبقى اسم الردبة ردبة حرشفية الأجنحة برضو وانت مغمض يبقى الطور الضار فيها اليرقة والتطور فيها تام يعني إيه تطور تام؟ قلنا يعني الحشرة بتمر بأربع مراحل تطورية مختلفة اللي هي بداية من طور البيضة ثم يفقس البيض ويعطي يرقات تتغذى وتنسالك وتتحول إلى عزراء في شرنقة إما من الطين أو من الحرير أو من نشارة الخشب ثم بعد ذلك تتحول إلى حشرة إيه؟ حشرة كاملة عدد الأجيال عندي أربع أجيال في السنة ونوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة والعوائل هي بتصيب الزرة يبقى طبيعي يبقى العائل بتاعها الزرة وقصب السكر والغاب والبوس الحد الاقتصادي الحرج للإصابة من أربعة إلى تمن لطع بيض لكل مئة نبات بس لازم يكون عمر النباتات دي لا يتعدى كم يوم؟ عشرين يوم أكتر من كده يبقى أنا تعديت الحد الاقتصادي الحرج للإصابة تعالوا ناخد بقى دورة الحياة وأنا قلتلكوا تركزوا في دورة الحياة بعد التزاود تضع الأنسى البيض المخصب تحت أغماد الأوراق يعني الجزء بين الغمد الورقة وبين الساق بتاع النبات المصاب بيفقص البيض إلى يارقات بتتغزى وتنسلق وتتحول إلى عزراء في شرنقة ثم تتحول إلى حشرة إيه كاملة يبقى زي ما نقول لكم بيضة يارق عزراء حشرة إيه كاملة مظهر الإصابة والضرر أول حاجة شايفين في شاشتنا الجميلة هنا الصورة اللي على يمين الشاشة دي اليراقات واليراقات هنا بتحفر فين في الساق زي ما أنتم شايفينه الزراء البدرية أكثر عرضة للإصابة وجود سقوب بالساق وموت القمة النامية في القصب وظهور اللون الأحمر لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك على الظهور اللون الأحمر في عدان القصب المصابة هتقول له نظرا لأن دودة القصب الكبيرة تعمل على إحداث أنفاق في سيقان النباتات مما يسهل من دخول أنواع مختلفة من البكتيريا تعطي اللون الأحمر انخفاض المحتوى السكري وقلة المحصول المكافحة أول حاجة عندي مكافحة زراعية أول حاجة فيها نظافة الحقول من الحشاش النجليا لأنها هي عائل بديل للآفة اتنين التخلص من أحطاب الزرع وحرقها قبل شهر فبراير خدنا ده فين يا أولاد خدنا ده قانون من قوانين المكافحة التشريعية اللي احنا خدناها في الحلقة الثالثة من حلقات مادة الآفات الزراعية استعمال تقاوي قصب سليمة ولما أقولك استعمال تقاوي قصب سليمة يعني خالية من الإصابة بالآفات الزراعة في المعادة المناسب وزراعة الزرع كمصائد نباتية واخدنا فيها السؤال عالي لأبل كده فاكرين لما خدناها في المكافحة الزراعية وقلنا عالي زراعة خطوط من الزرع حول حقول القصب قلنا الإجابة كلمة واحدة بس لأنها تعمل كمصائد نباتية لإستاقبات واستاقبات زي ما نقال من شوية دودة القصب الكبيرة دودة القصب الصغيرة ودودة الزرع الأوروبية المكافحة الحيوية بيتطفل على بيد الحشرة طفيل الطريكو جراما والمكافحة الكيموية الرش باستعمال أحد المبدئات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة لازم ده تكتبه في أي آفة موجودة عندك الرش باستعمال أحد المبدئات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة انت ممكن تاخد كده الدرجة كاملة لو انت بقى طالب متفوق وكتبت مثل مبيد لان التسعين في المية خلي بالكوا تركيزه تسعين في المية يعني مادة فعالة لو انا عندي مثلا وليكن لتر اللتر في كم سنطي 1000 سنطي يبقى المادة الفعالة اللي في الالف سنطي حلاقي 900 سنطي مادة فعالة وال100 سنطي اللي الباية هتبقى مادة حملة بمعدل كام 300 جرام لكل فدان زائد 200 لتر ماء الافة التانية اللي عندنا اللي هي دودة القصب الصغيرة او لها اسم تاني بنقول عليه حفار ساق الارز الاسيوي لانه هو بصيب محصول الارز وفي ناس بتسميها الاسم الدارج اللي هو الحشرة الدوارة وحنعرف ليه دلوقتي لماذا تسمى دودة القصب الصغيرة بالحشرة الدوارة وده سؤال عالي البيجي في الامتحان الوضع التقسيمي اسم الردبة حرشوفية الاجنحة نوع التطور تام الطور الضار اليرقة ونوعات زائل فم قارط في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة والعدد الاجيال ستة اجيال في السنة والعوائل الدورة وقصب السكر الجدول ده هو هو نفس الجدول اللي فات مع اختلاف حاجة بسيطة جدا عدد الاجيال هناك اربعة وهنا ستة اجيال في السنة الحد الاقتصاد الحرج للاصابة تلاتين لطعة لكل مئة نبات قبل ظهور الشرابة اللي هي النورة المذكرة او المؤنسة او خمسين لطعة لكل مئة نبات بعد ظهور الشرابة دورة الحياة تضع الانسة البيضة على هيئة كتلة متماسكة يعني لطعة في اوراق القلب اللي هي القمة النامية للعود جهة القمة النامية بيفقص البيض الى يارقات بتتغزى وتنسلق وتتحول الى عزراء في شرنقة ثم تتحول الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة يبقى بيضة يارقة عزراء حشرة ايه كاملة في اسئلة علل بالان انا اقول لك عليها من شوية علل تسمى دودة الكصب الصغيرة بالحشرة الدوارة هتقوله لان اليرقة بتحفر في العقلة حتى تصل الى العقدة العقدة دي بتبقى موجودة فين يا ولاد في النبات بتبقى موجود بين كل السلمية واخرى في منطقة صلبة كده بنقول عليها العقدة ونظرا لصلابة العقدة بتبدأ في الحفر داريا حول العقدة مما يسبب غالبا كسر سيقان النباتات بفعل الرياح يعني بتعمل دورة كاملة حول العقدة الدورة دي عشان كده سموها الحشرة الايه الدورة لا تشكل دودة القصب الصغيرة خطورة تذكر على نباتات الزراء في مصر حاليا نباتات الزراء اولاد بيبقى محصول صيفي صيفي كان الاول ممكن يتزرع في العروة النيلي كان يقول عليه الدورة النيلي ولكن حاليا بدأ يتزرع كمحصول صيفي والقافة بتصيب الزراء لا تصيب الزراء الصيفي ولا تشكل خطورة عليه واتجهت الى الاصابة صابة محصول اللي هو الارز في الوجه البحر اعراض الاصابة زي ما انتم شايفين على يمين الشاشة قادل يرقى داخل الساق وهي بتتغذى وبتعمل انفاق داخل الساق عشان كده سموها الايه الساقبات اول حاجة مشاهدة سقوب في صفوف عرضية على النصل موت القمة النامية كسر العيدان نتيجة حفره ودوران الحشرة حول الساق عشان كده قلنا عليها الحشرة الدورة اعراض الاصابة على الارز بتحفر اليرقات داخل السقان وتسبب ضعف النبات ويمكن مشاهدة اكثر من يرقة داخل الايه الساق اتنين موجود سقوب عرضية على الاوراق وسقان النبات عدم ظهور السنابل او تكون السنابل ضعيفة المكافحة كما سبق في حشرة دودة القصب الكبيرة اللي هي المكافحة الزراعية المكافحة التشريعية والمكافحة الحيوية واخر حاجة خدناها اللي هي المكافحة الايه الكيموية تالت حشرة عندنا في افات الزراء والقصب اللي هي دودة القصب او دودة الزراء الاوروبية بقولوا عليها حفور ساق الزراء الاوروبي الوضع التقسيمي زي الوضع التقسيمي لدودة القصب الكبيرة ودودة القصب الصغيرة باختلاف عدد الأجيال اسم الردبح ورشوفيت الهجنحة نوع التطور تام طور الدار اليرقى نوع عجزة الفم قارط في الريقى ومصف الحشرة الكاملة وعدد الأجيال 3 أجيال في السنة يبقى أنا عندي 4 6 3 4 دودة القصب الكبيرة 6 دودة القصب الصغيرة و3 دودة الزورة الأوروبية والعوائل الدرة وقصب السكر والطماطم الحد الاقتصاد الحرج للإصابة يعني يا أولاد الحد الاقتصاد الحرج للإصابة الكسافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة التطبيقية يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ يعني أنا عندي عدد معين عندما يصل هذا العدد أو يتواجد هذا العدد على المحصول أبدأ أستخدم مكافحة لأن لو تركت هذا العدد بهذه الكسافة هيحدث عندي ما يسمى بالضرر الاقتصادي الضرر الاقتصادي هو الخسارة اللي بتفوق عملية أو تكاليف عملية المكافحة دورة الحياة أو الحد الاقتصادي الأول من 25 لـ 30 لطا على كل 100 نبات دورة الحياة بتضع الأنسة البيض لازم تعرف مكان وضع البيض على السطح السفلي للأوراق أو على السيقان أو على أغلفة الكوز بيفقس البيض إلى يرقات بتتغذى وتنسالك وتتحول إلى عزراء في شرنقة ثم تتحول إلى حشرة كاملة تعيد دورة الحياة مظهر الإصابة والضرر خلي بالكواب بعد شمال الشاشة من فوق دي الحشرة الكاملة اللي هي الفراشة دي قلنا لا تحدث ضرر لأنه أجزاء الفم بتاعتها من النوع الماص اللي تحت بقى هي دي المشكلة اللي عندنا اللي هي اليرقة اللي هي بتعتبر الطرل الضار أول حاجة مشهدت سقوب وتأكل على الأوراق والنورات المذكرة كسر النورات المذكرة لما يجيلك في الامتحان عند زيارتك لأرض مزروعة بالزراء وجدت النورة مذكرة مكسورة أو بها نورات مذكرة مكسورة أذكر اسم الآفة مع ذكر طرق المكافحة على طول وإنت مغمض حتقول له اسم الآفة دودة الزراء الأوروبية وطرق المكافحة هناخدها دلوقتي اللي هي المكافحة التشريعية والمكافحة الزراعية والمكافحة الحيوية والمكافحة الكيموية هناخد بعد كده من الزراء وإحنا خدنا المن قبل كده خدناه إمتى يا دكتور خدناه في من القطن قلنا المن اسم الردبة نصفية الأدنحة أو بقوله عليه هيميبترا نوع تطور ناقص أو تدريدي ولما يقولك ناقص أو تدريدي يعني إيه يلا الطلاب الشطارة هو حيجابه معايا يعني الحشرة بتضع البيض أو تلد بكريا اللي احنا بنقوله على البرسينوجينسي بتلد بكريا يعني الأنثة لها القدرة على وضع أو ولادة صغار بدون تزاوج ده لازم تعرفوها يعني إيه تولد بكري أنا ممكن تتعرض لها في الامتحان بتاع آخر العام نصفية الأدنحة نوع تطور ناقص أو تدريدي وطور الدار في الغدبة كلها بلا السسناء الحرية والحشرة الكاملة ونوع إزال فم ساقب ماص وعدد الأجيال 54 جيل في السنة والعوائل الدورة وبعض المحاصيل ممكن تقول متعددة العوائل ويبقى يجابتك صحيح الحد الاقتصاد الحرج للإصابة من 10 إلى 15 حشرة غير مجنحة على 10 نباتات دورة الحياة ببساطة جدا بتتوالد الأنثة بكريا وبتضع حريات على السطح السفلي للورقة أشد العروات إصابة بالمن هي العروة الصيفي المتأخرة مظهر الإصابة والضرر وبتسبب الندوة العسلية ولو جالك سؤال عالي لو قال لك زور الندوة العسلية عند الإصابة بحشرة المن الإجابة واضحة وصريحة هتقوله لأنها تنتص كمية كبيرة جدا من الكربوهايدرات فتتخلص منها على صورة ندوة العسلية على أوراق النبات التصاق حبوب اللقاح بالنورات المذكرة عشان فيه ندوة عسلية مشاهدة أطراف النباتات بلون أسود نتيجة لتجمعات المن في حاجة نقصة أو في حاجة نقصة ممكن تقول التصاق الأتربة بالأوراق مما يعيق عملية البناء الضوئي اللي هي الفوتوسينسيز أو ممكن تقوله كمان نموه في طريات العفن الأسود على الأوراق ليه لأنه خلي بالك أجزاء الفم هنا من النوع الساقب الماص يعني بتعمل جروح في الورقة مما يسهل دخول المسببات المرضية الشغل اللي احنا خدناه فين في مادة أمراض النبات آخر حاجة اللي هي نقل الأمراض الفيروسية مكتوبة لا مش مكتوبة بس انت خدتها قبل كده عايز تكتبها اكتبها المكافحة الزراعية اتباع جميع العملات الزراعية التي تهدف إلى تقوية النباتات العناية بعملات الخدمة الحرط والعزيق والتسحيف والتسبيت والرأي كل لعملات الخدمة اكتبها في أي مكافحة يبقى يجبتك صحيحة إن شاء الله المكافحة الحيوية زبابة السرفس وأسد المان بيفترس الحريات والحشرة الكاملة والمكافحة الكيموية الرش بأحد المبيدات الموسة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة زي مبيد اسمه اكتلك 50% قابل الاستحلاب ومعدل 150 سنطي لكل 100 لتر مية خلي بالكم الفوق خالص في شمال الشاشة ده حشرات المان وهي بتتغذى من انتصاص عصارة النبات هناخد بعد كده الافات اللي بتصيب محصول القصب احنا خدنا دودة القصب الكبيرة ودودة القصب الصغيرة اللي هو حفار ساق الأرز الأسياء واللي هي الحشرة الدوارة هناخد تالت حاجة بتصيب القصب اللي هي بق القصب الدقيقي خلي بالكم بقى خدناها في أول حلقة خالص لما كنا بناخد الحشرات وحيدة العائل وقلنا بتفيد فيها الدورة الزراعية لأنه بق القصب الدقيقي وحيد العائل بينما الحشرة مثلا دودة ورق الكطن متعددة للعوائل اسم ردبة نصفية الأجنحة زي المان ونوع تطاور ناقص أو تدريج زي المان وطورة دار الحرية والحشر الكاملة ونوعات زي الفم ساقب ماصف الحرية والحشر الكاملة وعدد الأجيال 3 أجيال في السنة زي مين يا ولد 3 أجيال في السنة زي جراد فاكرين أو الطلب الشطار يركزوا معايا عشان الأرقام نربطها ببعض العوائل القصب وبعض الحشاش وتقدر تقول أنه وحيد العالي بإجابتك صح دورة الحياة تضع الأنسى البيض المخصب على العقد السفلية للساق هو تطور ناقص حيفقص إلى حريات تتغذى بامتصاص عصارة النبات لأنها تطبع طردار ثم تنسالخ وتتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الإصابة والضرر شايفين اللي على شمال الشاشة فوق خالص لابيا ده ده الحشرة الكاملة لبق القصب الدقيقي بتنقل الحشرة الفيروس المسبب لمرض مزايق القصب وبتفرز النادوة العسلية عشانة أجزاء الفم بتاعتها ساقبة مصة وأهم حاجة بها تركز معايا فيها اللي هي تعيق عملية تبلور السكر في مصانع التكرير لو جاء لك سؤال في الامتحان وقال لك عند زيارتك لمصنع السكر وليكن في نجا حمادي وجدت السكر غير متبلور أذكر اسم الآفة مع ذكر طرق المكافحة يعني ايه غير متبلور ياولد؟ يعني غير محبب يعني عامل زي البدرة يعني عامل زي الدقيق إنما السكر المبلور يعني السكر بيبقى مكعبات صغيرة عندنا بنقول عليه ده عملية التبلور ودي بترفع السعر بتاع المنتج عندي فمعنى أن السكر غير متبلور يبقى حصل عندي خسارة اقتصادية لأن أنا حبيع المنتج بسعر ايه أقل يبقى حتقول له اسم الآفة اسم الآفة باق القصب الدقيقة وطرق المكافحة هناخدها هو التخلص من الحشائش عدم زراعة عقل مصابة حرق أوراق السفير تطهير العقد المعدة للزراعة بغمسها لمدة خمس دقائق خلي باك ممكن تجيلك أكمل في الامتحان دي يشلك المدة ويشلك المطهر هتقول له بغمسها لمدة خمس دقائق فيه محلول مطهر من الكيروسين والصابون هتقول لي يفيد ذلك فيه مكافحة لو جالك السؤال على هيئة أكمل هتقول له مكافحة باق القصب المكافحة الكيموية من الناد أن تكافح هذه الآفة كيمويا الحشرة القشرية الرخوة ودي آخر حشرة عندنا فيه آفات القصب اسم الردبة زي اللي فات برضو نصفية الأجنحة ونوع تطور ناقص أو تدريجي طور الدار الحرية والحشرة الكاملة نوع عجزة الفم الساقب ماص عدد الأديال من 3 إلى 4 والعوائل الحشائش والبوس الموجود حول القصب دورة الحياة بتضع الأنسى البيض المخصب على العقد السفلية للساقب زي باقي القصب الدقيقي خلي بالكم لازم تربطوا في المادة أولاد كل الآفات مع بعضيها لأن انت عندك عدد لا حصرة له من الآفات عندك آفات حشرية عندك آفات حيوانية عندك آفات طبية وبيطرية فبتصيب الإنسان والحيوان يعني عندك كمية كبيرة جدا من الآفات فلازم تركز وتعمل مقارنات بين الآفة والتانية عشان ما تتلخبطش في الامتحان بتاع آخر الإيه السنة دورة الحياة قلنا بتضع البيض على العقد السفلية للساقب بيفقص البيض هو تطور ناقص يعني من غير محد يحفزك لازم انت تبقى عارف بيضة حرية حشرة كاملة الحرية بتتغزى وتنسالك وتتحول إلى حشرة إيه كاملة مظهر الإصابة والضرر هو ساقب ماص يبقى لازم يعمل ندوة ايه زي ما اتفقنا امتصاص عصارة النبات هتخلص من الكاربوهدرات الزيادة على صورة ايه على صورة ندوة شطار على صورة ندوة عسلية وهو ساقب ماص يبقى حيدخل فطريات العفن الأسود وبتجمع الأتربة على الأوراق مما يعيق عملية البناء الضوئي وبالتالي في الآخر مما يعيق من أو يسبب قلة ايه المحصول توقف النبات وانخفاض اللي ايه المحصول المكافحة نزع أوراق القصب المصابة التخلص من الحشرة بحرق أوراق السفير مراعاة مسافات الزراعة وعدم الإصراف في ماء رايلا وبهو بحب الرطوبة العالية إضافة السلار مع ماء رايب ومعدل عشرين لتر اللي كل ايه لكل فدان الحشرة اللي بعد كده اللي هو الجعل الأسود او بقولوا عليه الجعل زوء الظهر الجامد جعل أسود ليه علشان خاطر لونه أسود لامع كمان طب ليه ساموه زوء الظهر الجامد لأنه الجناح بتاع الجناح الزوج الأمامي من الأجنحة بتاعة الحشرة الكاملة بيبقى من النوع الغمدي يعني النوع الصلب علشان كده ساموه زوء الظهر اللي ايه الجامد عشان مش نحفظ بقى اسم الرطبة غمديت الأجنحة بقولوا عليها كوليومترا نوع التطور تطور تام يعني بيضة ياركع حشرة ايه كاملة والطور الضار اليرقة ونوع عجزاء الفم اليرقة والحشرة الكاملة كمان نوع عجزاء الفم قارد في اليرقة وفي الحشرة الكاملة وعدد الأديال جيل واحد في السنة جيل واحد في السنة وخلي بالك احنا خدنا جيل واحد كل سنتين امتى يعني الطلبة شطار دي في حشرة الحفار العوائل الكسب والبطاطس والبطاطا واي محاصيل بتبقى موجودة تحت سطح ايه التربة لأنه بيتغزى على الجزور والاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة دورة الحياة بتنشط الحشرة في الربع وبتضع البيض في التربة بيفقص البيض الى ارقاط تهاجم الجزور زي من ايلك من شوية الجزور الغضة يعني الطرية وتتحول الى عزراء داخل شرنقة من الطين ثم تتحول الى حشرة كاملة مظهر الاصابة والضرر بتهاجم الحشرة جزور النباتات والضرانات والكرمات تتغزى على جزور القصب بوثوق النبات والقمة النامية وتسبب موت النباتات الايه الصغيرة المكافحة شايفين بقى فوق خالص في شمال الشاشة دي الحشرة الكاملة واللي تحتها على طول دي اليرقة بتاعت الجوع للزوء الظهر الديامد المكافحة الميكانيكية لو انا عندي مساحة صغيرة من الارض اعمل عملية مكافحة اللي هو الجامع باليد اللي هي واعدم الحشرات اللي عندي المكافحة الكيموية راش باحد المبيدات المصب استعمالها زي مبيد اسمه ديازنون تركيزه خمسة في المية محبب ومعدل خمسة وعشرين كيلو درام لكل فدان بس تخدمه ازاي بعمل حفر بعرض عشرين سنتي وعمقه تلاتين سنتي وحط فيها كمية المبيد ثم اردن بالتراب مباشرة عشان حافظ على المبيد من التحلل بأشعة الشمس اللافات تعالوا بقى نتطرق الى محصول جديد خالص اللي هو محصول الارز ومحصول الارز يعتبر محصول الرئيسي عندنا في مصر او من محاصيل الغذائية اللي بتعتمد عليها السكان عندنا وفي بلاي جنوب شرق اسيا كمحصول جزاء رئيسي زي الارز والقمح والزرة فهو يعتبر عندنا واحنا على فكرة من الدول اللي كانت بتصدر الارز لفترة قريبة وان شاء الله نعود للتصدير مع اتجاه الدولة دلوقتي للتوسع الرئيسي والتوسع الافق اللي هو احنا بنقول عليه التوسع الرئيسي يعني التكسيف الزراعي ومقاومة الافات وزيادة انتاجية غلة الفدان والتوسع الافق يعني زيادة الوقع الزراعي هاموش الارز او بقوله عليه الدودة الدموية اسم خلي بالك اي ما جيلك في الامتحان اي زبابة معدد الزبابة البيضاء اي بعوض او اي هاموش او ناخرات اوراق الفول وانت مغمض يبقى اسم الربطة ديبترا اللي احنا بنقول عليها ذات الجناحين يعني الحشرة ملهاش اربع اجناحة لا ده لها زوج واحد من الاجناحة اللي هو الزوج الامامي ومال الزوج التاني راح فين يا دكتور الزوج التاني تحول الى حاجة بنقول عليها دبابيس اتزان لتعمل على توازن الحشرة اثناء تسلق الجدران النعمة او الملساء او اثناء الطيران اسم روتبا ذات الجناحين نوع تطور تام يعني بيضة ياركة عزراء حشرة كاملة والطور الدار اليركة ونوع ازال فم قارض في اليركة وساقب مص في الحشرة الكاملة وعدد الاجيال من 10 الـ 12 جيل في السنة والعوائل القرص خلي بالكم بقى من دورة الحياة الحشرة بتتلقح اللي هي لها الاول بيت شتوي على هيئة ياركات مدفونة بالطيد بعد كده الحشرة بتتلقح اسناء الطيران وبتضع البيت في سلاسل محاطة بغلاف جيلاتيني فوق سطح الماء يعني لازم يكون فيه ماء علشان الحشرة تضع بيتها بدون ماء معنى كده ان الحشرة مش هتلاقي مكان تحط البيت بتاعها فيه البيت بيفقس الى ياركات اليركات بيبقى لها خاشين بالعمية تعتمد على وجود الماء في عملية التنفس ولذلك احنا خدنا سؤال عالي اللي قبل كده في المكافحة الزراعية كنا بنقول فيه تجفيف ارض ماشتة للارز لمدة يوم الى يومان قلنا الاجابة لانه ذلك يعمل على القضاء على الدودة الدموية وسميناها دموية عشان لون اليركة بيبقى احمر طيب هاموش الارز او الدودة الايه الدموية البيت بعد كده بيفقس اليركات اليركات بتتغزى وتنسالق وتتحول الى عزراء ثم حشرة ايه كاملة مظهر الاصابة والضرر بهموش الارز وركزوا فيها كويس جدا علشان دي من الافات اللي ممكن تجيلك في الامتحان السنادي الحشرة اللي فوق خالص على شمال الشاشة دي الحشرة الكاملة واللي تحت دي الدودة الدموية اللي هي اليركة اول حاجة تأكل الحبوب والجنين وتؤدي الى عدم انباته يعني ازرع واستنى المحصول او الحبوب تنبت ما بتنبتش ليه لانه هو بيتغزى على جنين الحبة موت البادرات وعدم تكوين الجزور لانه هو بيعمل على حدوث انفاق في التربة اسفل الجزور مما يعمل على تأكل الجزور الاولية او الجزور الابتدائية وبالتالي بتطفو الحبوب على وش الماء او على سطح الماء وتتجمع في حواف المشتل او حواف الارض موت النبات وتطفو فوق سطح الماء ويكسر تواجد هذه القافة في الاراضي الملحية واذا اعادة الزراع اللي هو خسارة مباشرة لانه موت البادرة وخسارة غير مباشرة لانه حيبع لتكاليف في شراء التقاوي الجديدة المكافحة زراعية استنبات البذور قبل الزراع يعني استنبات يعني بحط البذور في ماء لمدة معينة علشان تنبت وبعد كده المدة دي بتبقى حوالي يومين وبعد كده ده بيقلل نسبة الاصابة بلها بنسبة حوالي 37% وفيه سؤال اللي احنا خدناه لسه من شوية تكفيف ارض ماشتر الارز المدة يوم الى يومين على الاكثر ده بيقضي على ياراقات هاموش الارز بنسبة كبيرة ليه اولاد مش تحفظوا بس وخلاص لانه اليراقات بتعتمد على وجود الماء في عملية التنفس المكافحة الكيموية راش باستعمال احد المبيدات الموسى باستعمالها زي مبيد في وردان 10% محبب بمعدل 6 كيلو درام لكل فدان تستخدم هزي المبيدات دي ملحوظة مهمة جدا بتستخدم هزي المبيدات مرة واحدة في المشتغل بعد 2 الى 3 ايام من بدار الايه مرة واحدة فقط لانه ده مبيد سام الافات اللي بتصيب محصول القمح والشعير اول حاجة من الغلال اسم الردبة نصفية الاجناح هنوع التطور زي المن العادي نوع التطور احنا مش هنحفظ مرة بقى احنا خلاص الوضع التقسيمي اللي هو مشابه بين غير العائل يبقى الوضع التقسيمي هلاقي فيه اختلاف في العوائل او اختلاف في عدد الايه الاجيان هنا الوضع التقسيمي ما فيش اختلاف الا في العوائل 54 جيل في السنة وبتصيب نميع النباتات الناجلية زي القمح والشعير والارز والدرة لحد الاقتصاد الحرج للاصابة توادد 30 حشرة لكل نبات قبل فترة التزهير ودورة الحياة بيضة او تلد حريات تتحول بعد كده الى حشرة كاملة ده في حالة لما تكون الحشرات غير مجنحة وعند توفر الظروف غير ملامة او عند نهاية الموسم بتبدأ تلد حريات مجنحة وتبدأ حشرات مجنحة بتتزاوج وبتنتقل لمحصول اخر وتضع بيض مخصب خلي بالكم بقى بيض مخصب يعني بيض بيتحمل البيات الشتوي او الحشرة بتدخل في مرحلة بيات الشتوي على صورة بيض مخصب خلي بالكم الحتة دي البيض المخصب ده بعد كده بيفقس وبيطلع منه حريات غير مجنحة وحشرات كاملة غير مجنحة وبتالد ايه توالد بكري مظهر الاصابة والضرر بتقوم بامتصاص عصارة النبات وبتسبب ظهور بقع خلي بالكم بقى هي دي اللي بتيجي في الامتحانة على طول بتسبب ظهور بقع حمراء ذات مراكز سوداء على نصل الايه الاوراق المصابة افراز الندوة العسلية نمو فطرات العفن الاسوة تجمع لاتربة نقل الامراض الفيروسية زي ما انت عايز تكتب اكتب لان انت واخد الحاجات دي قبل كده بعد كده تربس الايه القمح احنا خدنا تربس القطن خلي بالكم التربس القطن قلنا دي تالت مرتبة في عدد الاجيال اللي هو كان كام يا ولاد كان 17 جيل في السنة هنا للأسف هم جيلين والحمد لله اسم الردبة هدبيت لادناها نوع تطور ناقص الطور الدار الحرية والحشر الكاملة نوع ازال فم ما حدش يقول ساقب ماص لا هو خادش ماص وليس ساقب ماص لو جالك علل في الامتحان هتقوله انه الفك العلوي ملتحم او اسري عدد الاجيال اتنين جيل في السنة على القمح والعوائل القمح والشعير والحشاش بالمرة بقى طالما هناخد بقى كل التربس يبقى القطن 17 جيل القمح اتنين جيل في السنة ولسه واحد كمان اللي هو العنب هيبقى 6 اجيال في السنة هناخده في قفات العنب بس قدام شوية دورة الحياة زي ما اخدنا في تربس القطن بعد التزاوب بتضع البيت داخل انسجة النبات البيت ده بيفقس الى يرقات بتتغزى وتنسلخ الى حرية تتغزى وتنسلخ وتتحول الى مقابل العزراء ثم العزراء ثم حشرة ايه كاملة المكافحة ليس لها برنامج مكافحة خاص بها عشان حافظ على التوازن الطبيعي وحافظ على سلامة الغذاء ولانه الامح ده محصول مهم جدا فلازم يكون غير ملوس بالايه بالمبيدات السامة الحشرة اللي بعد كده دبور الحنطة المنشار خلي بالكو بقى دبور الحنطة المنشار ده زي ما انتو شايفين فيه الشاشة من اسفل على الشمال هو ده الحشرة الكاملة ده اسم الردبة بتاعته غشائية الاجنحة اي دبور اي نحل العسل وانت مغمض يبقى غشائية الايه الاجنحة نوع التطور تام والطور الضار اليرقة ونوع اي زي الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة عدد اجياله جيل واحد في السنة زي يا دكتور زي الجعل الاسود او الجعل زي الظهر الجامد لسه واخدها من شوية والعوائل القمح والشعير والخلة دورة الحياة بتضع الانسة البيت داخل انسجة النبات بيفقص البيت خلي بالكم داخل انسجة النبات هجمع عحلكو دلوقتي باختصار الشديد جدا اللي بتحط البيت بتاعها داخل الانسجة النبات زبابة الفكهة او زبابة السمر الزيتون التربس وايضا نخيرات الاوراق وهنا دبور الحنطة المنشارية هما دول الحشرات اللي بتحط البيت بتاعها داخل انسجة النبات بوسط قالت وضع البيض المنشارية بيفكس البيض الى عرقات بتتغذى عشان تطور تامه تتغذى وتنسلخ يعني تغير جلده وتتحول الى عزراء فيه شرنقة حريرية وبعد ثلاث اسابيع بتخرج الحشرة الكاملة مظهر الاصابة والضرد تقصف النبات بفعل الرياح عشان هي بتاكل فيه السقان بتاعت النبات بتاع القمة وعدم تكوين الحبوب وظهور السنابل البيضاء خلي بالكم كلمة السنابل البيضاء دي خدناها في مادة الامراض النبات خدناها خدناها لما كنا بناخد حشرات او مرض اللفحة في القرز برضو كان بيقدي فطر الناقص اللي هو بتاع اللفحة في القرز الى ظهور السنابل البيضاء خلي بالكم هنا عشان تربط بين حرق ودفن بقايا المحصول والإسراع في الحصاد زراعة أصناف مبكرة النطج وإزالة الحشائش وزراعة أصناف ذات أنسجة قوية هناخد بقى الآفات اللي بتصيب المحاصيل الباكولية هناخد أول حاجة الآفات اللي بتصيب محصول البرسيم اللي هي سوسة ورق البرسيم خلي بالكوا عند اتنين سوسة ورق البرسيم وسوسة جزور البرسيم والوضع التقسيمي للاتنين هتلاقهم متشابه اسم الوطبة غمديت الأجنية هنوع تطور تام طور الضار الياركة والحشرة الكاملة نوع اجزاء الفم قارج في الياركة وفي الحشرة الكاملة وعدد الأجيال جيل واحد في السنة والعوائل البرسيم والبرسيم الحجازي والفول والحلبة والعدس دورة الحياة هي بتصيب الأوراق يبقى تحط البيت بتاعها فين على استقان وأعناق الأوراق بيفقص إلى ياركات بتتغزى وتنسلخ وتتحول لعزراء في شرنقة من الحرير ثم تتحول إلى حشرة كاملة مظهر الإصابة والضرر بتوجد الياركات على القمة النامية ويعمل ذلك على إعاقة نمو النبات وجود ثقوب مستطيلة على أنصال الأوراق اللي هو على الورق بعد كده المكافحة خلي بالكو بقى في الشاشة من فوق دي ياركات سوسة أوراق البرسيم بتتغزى على ورق البرسيم لأنها الطور الضار هي والحشرة الكاملة المكافحة الزراعية حش البرسيم وتقويمه قبل الغروب يفيد ذلك في تجمع الياركات والتخلص منها الرأي بمياه بها سولار وخدناها بلكده في بداء المبيدات علشان دي بتعمل الأكسوجين أو وصول الأكسوجين للياركة مما يسبب خنقها عدم رش البرسيم بالمبيدات لأنه محصول أعلاف لو رشيته بالمبيد حيؤدي لذلك إلى تسامم الحيوانات اللي بتتغزى عليه المكافحة الحيوية بيتطفل على الياركات الداخلية طفيل بيتبع ردبة هيمونبتر أو ردبة غشية الأجنح سوسة جزور البرسيم زي ما نايل لكم من شوية اللي هي في الشاشة من تحت دي سوسة جزور البرسيم الوضع التقسيمي كوب بيست من سوسة ورق البرسيم هو لاتنين شبه بعض في كل حاجة دورة الحياة بتضع الأنسة هناك كانت على الأوراق والسقان هنا بقى على سطح التربة زي مين زي الجعل الأسود أو جعل زو ظهر الجامد بيفقص البيض إلى رقات بتخترق التربة وتصل إلى الجزور وتتغزى عليها وتتحول إلى عزراء في شرنقة من الطين ثم تتحول إلى حشرة كاملة يعني بيضة يرق عزراء حشرة كاملة مظهر الإصابة والضراء اسمها سوسة جزور البرسيم تتغزى على جزور وأوراق البرسيم والمكافحة برضو علشان هو محصول أعلاف لا يفضل استعمال المواد أو المبادات الكيموية السامة بعد كده هناخد من البقوليات زي ما احنا خدنا المن الكطن ومن الزرة هناخد من البقوليات الوضع التقسيمي كله زي بعضه معادة العوائل العوائل هنا الفول والبرسيم والحلبة والعدس والفصولية والبسلة ودورة الحياة زي اللي خدناهم في اللي فات تولد بكري الحشرة الكاملة تالد حريات غير مجنحة طب في حالة الظروف الغير ملامة يعني بيحدث تزاوج وبتالد تضع بيض يقضي بات شتوي وبعد كده بيفقص إلى حريات ثم حشرة إيه كاملة مظهر الإصابة والضرر زي ما خدنا قبل كده تقوم بامتصاص عصارة النبات وتسبب ضعف النبات إفراز النادوة العسلية نموه فطرات العفن الأسود تجمع الأتربة عليها والمن بينقل الأمراض الفيروسية زي مرض خطير جدا اسمه مرض موزايق أوراق إيه الفول المكافحة مكافحة زراعية مكافحة حيوية مكافحة تطبيقية مكافحة ميكانيكية أو مكافحة إيه كيموية هناخد بعد كده ناخرات أوراق الفول اللي هي زبابة أوراق الفول زي ما ناقل لكم من شوية اسم ردب زات الجناحين نوع تطور تطور تام وطور الدار اليرقة نوع زي الهاموش بالزبط نوع زي الفم قارض في اليرغة ولاعق في الحشرة الكاملة في الهاموش كان ساقب مواصنة الحشرة الكاملة لاعق عدد الأديال 10 ل 12 جيل في السنة والعوائل الفول والفصولية والبسيليا واللوبيا والفول والصوية الحد الاقتصاد الحرج للإصابة 10% ودورة الحياة بتضع الأنسى البيض أسفل البشرة العليا للأوراق بيفقص البيض إلى رقاط بتصنع عنفاق متعريدة ثم تتغذى على النسيج الوسطي للورقة خدناها في الحشرات ذات الطابع الخاص يا أولاد فاكرين في تاني حلقة على طول قلنا بتتغذى على النسيج الوسطي للورقة اللي احنا بنقول عليه النسيج الميزوفل ثم تتحول إلى عزراء تحت سطح التربة ثم حشرة كاملة المكافحة مظهر الإصابة والضارة الأول مشاهدة أنفاق في الورقة الواحدة قد يصل عددها إلى 7 أنفاق توقف نمو النبات وجفاف ورائقات النبات وقلة الإزهار والسمار وضعفها لأن الورقة اللي هي مصنع النبات اللي بيقوم بعملية البناء الضوئي حصل فيه خلل تغذت على البلسدات الخضراء أو مادة الكولوروفيل وبالتالي النبات لا يقوم بكفاءة في عملية البناء الضوئي وبالتالي يؤدي ذلك إلى نقص في المحصول المكافحة الزراعية العنابة بعملات الخدمة اللي هي الحرط والعزيق والتزحيف والرأي وتسميت كل عملية الخدمة جمع الأوراق المصابة وحرقها المكافحة الحيوية استخدام متطفلات ردبة غشية الأجنحة في المكافحة فيه سؤال عالي بيجيلك لا ينصح براش المبيدات الجاهزية على محصول الفول على الرغم من فعلياتها في مكافحة نخرات الأوراق هتقوله لأن المبيدات بتقضي على الآفة وأعداءها الحيوية لذلك يفضل عدم الراش لإعطاء الفرصة للتفائليات للقيام بدورها في المكافحة وحدوث ما يسمى أولاد بإعادة نظرية التوازن الطبيعي اللي احنا قلنا أنه دي الأفات وأعداءها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حال التوازن عددي قلنا سبب الخلل فيها استخدام المبيدات تدخل الإنسان وتقدم وسائل المواصلات فأنا لما بقلل الدوز أو بقلل الكمية بتاعة المبيد معنى كده أننا بأدي فرصة للمتطفلات للقيام بدورها في المكافحة بعد كده هنأخذ أبو دقيق البقوليات زي ما انتم شايفين في الصورة هو فراشة وأنا عايز أعرفكم حاجة مهمة جدا الفرق بين الفراشات وأبو دقيق إنه الفراشات بتنشط لتنين فراشات خلي بالكم بس المتخصص بقى هو اللي يعرف الفراشات بتنشط ليلا بينما أبو دقيق ينشط نهارا يعني أي حاجة طايرة بالنهار هو هتقول عليها فراشة لا ده اسمه أبو إيه أبو دقيق اسم الرد بقى حرشفية الأجنحة خلي بالكم بقى أي دودة أي حفار ساق أي أبو دقيق أي فراشة وانت مغمض بقى حرشفية الأجنحة نوع تطور تام وطورة دار اليرقة نوع إزال فم قارض في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة وعدد الأجيال ثلاثة أجيال في السنة والعوايا الكورون فولوسوية والفاصولية واللوبي أي محصول بقولي دورة الحياة بتضع الأنسى البيض المخصب على الكورون بيفقس إلى هو تطور تام حيب أي أولاد يرقات شطار تتغزى وتنسالخ وتتحول إلى عزراء لازم العزراء تكون في شرنقة هنا الشرنقة من الحرير بين أوراق النباتات ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الإصابة والضرر تتغزى على الحبوب الخضراء مما يسبب انخفاض في المحصول وخفض في الجودة المكافحة الميكانيكية جمع اليرقات باليد طبعا دي في المساحات الصغيرة قبل أن تدخل إلى الكورون وإعدامها والمكافحة الكيموية راشة بأحد المبيدات الموصة باستعمالها زي مبيد اسمه الصيفين 85% ومعدل 1.5 كيلو جرام لكل فدان لكل 400 لتر مية 400 لتر مية يبقى راشة بالحجم يا شطار يبقى راشة بالحجم الكبير فاكرين لما كنا قلنا من 400 ل 2000 لتر الفدان شطار وأنا سامع طلبة شطرة بتجاوب معي هناخد بعد كده الأفات اللي بتصيب الحبوب والبزور المخزونة الأضرار اللي بتسببها الحشرات للحبوب والبزور المخزونة خدناها في تاني لا خدناها في أول حلقة بالزبط أول حاجة من الأضرار نقص وزن الحبوب ما بتتغذى عليها انخفاض نسبة الإنبات عشان الجنين بتعرض للتلف انخفاض القيمة التجارية للحبوب المصابة رفع درجة حرارة الحبوب وتكتل الحبوب وتعفنها نتيجة إصابتها بحشرات الحبوب والبزور المخزونة احنا بنقسم بقى الحشرات الحبوب المخزونة لقسمين بنقول عليها أفات أولية وأفات سنوية طب إيه هي الأفات الأولية من اسمها الأفات الأولية اللي بتصيب الحبوب السليمة مثل سوسة الأرز وسوسة المخزن وساقبة الحبوب الصغرى وفراش الحبوب طب الأفات السنوية الأفات السنوية هي اللي بتصيب الحبوب المصابة بالحشرات الأولية أو منتجات الحبوب بعد الجرش أو الطحن الحبوب مواشرة والامثلة اللي عندك تيرة جدا زي قنفساء الدقيق المتشابهة وقنفساء الكادل وفراش الدقيق البحر المتوسط ودودة جريش الدرة هناخد اول حاجة من الافات اللي هي سوسة اورز وسوسة المخزن الاثنين الوضع التقسيمي واحد اي سوسة اي خنافس وانت مغمض اي جعل برضو بالمناسبة وانت مغمض يبقى اسم الردبة كليوبترة او غمديت الاجنحة نوع تطور تام وطور الدار اليرق والحشرة الكاملة نوع ازال فم قارض في اليرق والحشرة الكاملة وعدد الاجيال ستة اجيال في السنة والعوائل الامح والشعير والدرة والارز في مقارنة بقى بتجيلك في الامتحان قارن بين سوسة الارز وسوسة المخزن وايهمة اخطر هناخد المقارنة بقى مع بعضه زي ما انا جايبها لكم في سوسة الارز تستطيع الطيران وبتصيب محاصيل في الحقل وفي المخزن في سوسة المخزن لا تستطيع يعني بتصيب المحصول فين في المخزن تستطيع تسلك الأسطح النائمة كالزجاج هنا لا تستطيع في سوسة الأرز بتضع من 300 ل400 بيضة خلال دورة حاته هنا بتضع من 50 لـ 250 بيضة فقط في سوسة الأرز تتحمل درجات الحرارة العالية زلاك حنلاقيها منتشرة في الصعيد اللي هو الوجه القبلي بينما في سوسة المخزن لا تتحمل درجات الحرارة العالية وعلشان كده بتنتشر في محافظات الدلتا اللي هو الوجه للبحر وعشان كده بتعتبر سوسة الأرز أخطر في الإصابة من سوسة المخزن هناخد بقى دورة الحياة لسوسة الأرز والمخزن بتضع البيض في حفر على الحبوب أو على سطح الحبة هو تطور تام يبقى البيض حيفقس اليارقات بتتغزى وتنسالك تتحول إلى عزراء فيه شرنقة من الحرير ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الإصابة والضرر لو انت خدت مظهر الإصابة الأول ممكن تكتبه هنا ويبقى يجبتك صحة برضا نقص وزن الحبوب وضع في نسبة الإنبات خفض القيمة الغذائية للحبوب وجود نقر غير منتظمة وغير عميقة على الحبوب المصابة المكافحة الميكانيكية التخزين في مخازن نظيفة مطهرة وجافة تخزين الأرز بقشره في مخازن خلي بالكم وجد أن الأرز الغير مكشور بيبقى أقل أكثر عرضة للإصابة من الأرز المكشور ولذلك يفضل تخزينه بعد عملية إجراءة تبيض لها إجراءة عملية الغربلة والتسخيل لمدة 6 ساعات على درجة حرارة من 120 ل130 بس خلي بالك الدرجة بالفهرة نهاية يعني حوالي 57 درجة مقوي أو 130 درجة فهرة نهاية لمدة نصف ساعة بتقط الأطوار اللي هي اليرقة المكافحة الكيموية تبخيل الحبوب والصمع باستخدام حمض الآيد روسيانيك أو غاز اللي بنول عليه برومور الميصاية فاكرين لما أخذنا الغازات والأدخلنا أهو دا من نومه تاني حشرة فراش الحبوب اسم ردباء فراش يبقى لازم الشطار بقى يشتغلوا معاي حرشفية الأجنحة نوع تطور تام وطور الدار اليرقة ونوع عدزة الفم قارض في اليرقة ومص في الحشرة الكاملة وعدد الأجيال بتضع الأنسى البيض في صفوف بين صفوف الحبوب في الحق اللي بيفقص البيض إلى رقاط تتغزى وتنسالخ تتحول إلى عزراء في شرنقة من الحرير ثم تتحول إلى حشرة كاملة مظهر الإصابة والضراء زي اللي فات بالزبط نقص وزن الحبوب خفض القيمة التجارية وارتفاع درجة حرارة لإيه الحبوب المصابة المكافحة الزراعية الحصاد المباكر والزراعة المباكرة سرعة تخزين الحبوب في مخازن نظيفة خالية من الإصابة المكافحة الكيموية تطهير الحبوب باستخدام مسحوق اسمه مسحوق قاتل سوس التبخير في الصوامع في حالة الإصابة الشديدة باستعمال حامض الأدرو سيانيك أو غاز برومور المنسايد حشرة مهمة جدا اللي هي ساقبة الحبوب الصغرى اسم الردبة غمديت الأجنحة نوع التطور تام وطرد دار اليرقة والحشرة الكاملة نوع عجزة الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة وعدد الأديال ستة أديال في السنة والعوايا الحبوب القمح والشعير والزره والأرس دورة الحياة تعالوا بقى نستعرضها مع بعض تضع الأنسة البيض على الحبوب بيبقى فردي مش في كتل بمعدل تلتمية الخمسمية بيضة بيفقص البيض إلى أرقاط تتغزى وتنسالك وتتحول إلى عزراء ثم حشرة كاملة مظهر الإصابة وخلي بالكم دي بتجي في الامتحان اللي احنا أخدناهم قبل كده لمكافحة كيموية مكافحة ميكانيكية اللي هو التسخين في أفران على درجة حرارة 130 أو 131 درجة فران هاي اتنين بتحدث سقوب غير منتظمة الشكل ونقص وزن الحبوب والمكافحة زي ما أخدناهم في الآفات اللي قبل كده خنفساء الكاد اللي رابع حشر عندنا زي أي خنفساء أي سوسة الوضع التقسيمي واحد لاختلاف في العوائل وفي عدد الأجيال جمدية الأجنيحة التطور تام طور الدار اليرقى والحشرة الكاملة نوع عجزة الفم قارض في اليرقى وفي الحشرة الكاملة وعدد الأجيال جيل واحد في السنة والعوائل الحبوب والجريش والدقيق لأنه دي حشرات من الحشرات السنوية دورة الحياة بتضع الأنسة البيضة على سطح البوب أو أي مادة غزائية بمعدل ألف بيضة بيفقص اليرقات تتغزى وتمسالخ تتحول إلى عزراء ثم حشرة أيه كاملة مظهر الإصابة والضرر بتحفر لليرقات في أخشاب المخزن أو أي مادة غزائية وتتلفها وجود شكوك طولية على الحبوب لو جالك شكوك طولية على حبوب الزراء يبقى اسم الآفة اللي هي خنفساء الكادل بعد كده هناخد خنافس البقول منها خنفساء الفول والعادس واللوبيا والبسلة هناخد مظهر الإصابة خفض نسبة الإنبات نقص وزن الحبوب خفض القيمة الغزائية والتجارية للبقول في سؤال عالي اللي بيجي لك تعتبر خنافس الفول الصغيرة واللوبيا وخنفساء بزور البرسيم أشد خطرا على البقوليات هتقول له الإجابة لأن هذه الحشرات لها القدرة على الطيران وإصابة البقوليات في الحقل وإعادة إصابته في المخزن المكافحة زراعية ضرورة الإصراع في جامع المحصول تسخين الحبوب باستعمال الهواء استخن على درجة حرارة 60 درجة ماوي لمدة 10 دقائق ده بيؤدي إلى قتل الحشرات اللي بتبقى داخل الحبوب المكافحة وقائية زي تخزين الحبوب في مخزن جافة لا تزيد فيها رطوبة عن 10% وتعبية الحبوب في زكاة بنظيفة خالية من الإصابة تطهير المخزن قبل عملية التخزين المكافحة الكيموية استخدام مسحوق قاتل سوس بمعدل 1.5 أو 1.4 كيلو دينام لكل أردب والتبخير باستعمال الغازات اللي إيه السامة آخر حاجة هناخدها اللي هي خنفساء الدقيق المتشابهة وخنفساء الدقيق الصدقية لاتنين خنافسة باسم رطبة غمديت الأجنحة نوع تطور تام وطورة دار اليرقة والحشرة الكاملة ونوع عزال فم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة وعدد الأجيال جيل واحد في السنة والعوائل اللي هي حشرات سانوية لأنه بتصيب منتجات الدقيق مظهر الإصابة اكتساب المواد الغذائية رائحة كاريهة والمكافحة كما سبق في آفات الحبوب والبوزول المخزونة إلى جانب نخل الدقيق جيدا والتخلص من أطوار الحشرة الموجودة بها بكده أعزائي الطلبة نكون خدنا في حلقة اليوم الآفات اللي بتصيب محصول الدرة خدنا منها استقبات دودة القصب الصغيرة ودودة القصب الكبيرة ودودة الزورة الأوروبية وقلنا الوضع التقسيمي وأعراض الإصابة ودورة الحياة وطرق المكافحة لكل آفة فيهم وبعد كده خدنا آفات القصب خدنا منها خدنا منها باقي القصب الدقيقي واتجع لزوء الظهر الجامد وبعد كده